صحي قامت مدرية صحة قلقيلي بإنشاء مركز للفرز اللي إحنا حاليا متواجدين فيه في المبنى المدرسة القلب الكبير في المبنى الأول وتم إنشاء مركز للحجر موجود كمان في نفس المدرسة لكن في مبنى منفصل الألية العمل بتتم بالدرجة الأولى تركيزنا حاليا على إخوتنا وأصدقائنا العمال اللي بيرجعوا من إسرائيل حاليا إحنا متواجدين من الساعة الثامنة صباحا لحد الآن نستقبل بأعداد تقريبا تم استقبال 400 عامل لحد الآن ولحد الآن إحنا في الشغل وقالية الفرز شغالة بطريقة كويسة عنا طرحنا نشغل خمس فرق مع بعض على أساس أنها تمشي العدد الكبير اللي أجا وبالذات في ساعات المساء زادت أعداد العمال اللي وصلت عنا المبنى الآخر اللي هي بعد عملية الفرز إذا كان في حالة إصابة مؤكدة في عنا ببنى كامل مجهز للحجر الصحي زائد أنه بالتعاون مع المستشفى طبعا تم إنشاء مستشفى كامل في قرية عزون مؤهل وفي اللي هي عناية مكثفة في الأسرة في طاقم طبي مدرب ومؤهل حاليا آلية الفرز شغالة بشكل كويس يعني إحنا قادرين على استيعاب العدد صح إنه في ضغط كبير لكن المركز عندنا شغال 24 ساعة ومؤهل وقادر على استيعاب هاي الأعداد إحنا الدرجة الأولى اللي بنشتغل عليها لأنه إحنا عارفين شو الإمكانيات اللي موجودة عندنا حاليا إحنا كل إجراءاتنا هي إجراءات وقائية الوقاء أفضل مليون مرة من العلاج إحنا ما بدنا نضطر إنه يصير عندنا حالات إيجابية كل شغلنا بتركز على الوقاية الحكومة مع وزارة الصحة وليجان الطوارئ قدمت كل الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض وللحفاظ على نسبة متدنية من انتشار الوباء تعليماتنا الأساسية تركزت بالتعاون مع لجان الطوارئ تم التعميم على المجالس القروية والمجالس المحلية وعلى أجهزة الأمن إنه العمال يتم توجيههم بصورة مباشرة إلى مكان الفرز بحيث أنه هنا العامل بتم تعبئة الاستبيان الخاص به فحص درجة حرارته إذا كان هناك ظهور لعلامات للمرض بتم سحب عينه وإجراء الفحص اللازم إله وإذا لم يكن هناك ظهور لعلامات مرضية تم إعطاءه الأشياء اللازمة فيه وخصوصاً اللي هو تعليمات الحجر المنزلي واللي هي أهم فقرة موجودة على أساس أنه نحد من انتشار المرض ونحصر انتشاره في بقعة جغرافية صغيرة التعليمات هي تعليمات واضحة من الحكومة والإجان الطوارئ ومديرية الصحة إنه قديش إحنا بنحافظ على وجودنا في المنازل خروجنا وقت الضرورة زائد اللي هي التعليمات الخاصة بالحفاظ على النظاف الشخصية وخصوصاً غسل الإيدين عدم التواجد في أماكن مقتضة زي السوبر ماركتات والجوامع والحفلات هاي تم إلغاءها من في بداية المرحلة ترجمة نانسي قنقر